موسيقى 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 خليس للتخليم ندخل 10% من رأس المال كأني دخلت من رأس المال الكامل برافع مالي 10x لهيكا ندخل برافع مالي 10x بمبلغ كامل كأني دخلت 20x ب 10% من رأس المال او بتدخل السبوت لكن ارباحك بتكون اقل بنسبة 50% يعني بهاي الصفقة انا اربحت 165 بالسبوت بتربح 2.8 دولار لكن طبع اصدقائي هاي صفقتين كمان صفقة 21 وصفقة 55 بالبيئة طبع اصدقائي ها مرابح يوم واحد فقط يعني اذا بتشوف المضاربة وارباح المضاربة بهاي اربحت 80 دولار وهو اربحت 30 دولار وهو 65 دولار اجمالي مربح يوم واحد كان 275 دولار لرأس المال 1200 دولار فقط لهيك اصدقائي مربح كان جميل جدا ومرابع المضاربة جميلة جدا وانا بنصح في المضاربة اكثر من الاستثمار لكن اشخاص اللي ما عنده دوقات بيدروا يتابعوني عن النسخ طبع اصدقائي هاي صفقات دخلتها كلها صفقات نسخ يعني النسبة المئوين اللي ربحتها بكل صفقة نفسها ربحوها الاعضاء اللي بتابعيني على مناصف منغت بتحمل منغسط منغت عن طريق الرابط بترك لك ايا اسفل الفيديو وبتعمل لي متابعة على النسخ وكل صفقة بدخلها طبعا المناصف بدخلك اياها مثل صفقة ايتيسي ربحنا 45 بالمئة وكل الاعضاء اللي عاملون المتابعة ربحين 45 بالمئة حسب رأس المال الخاص فيه طبعا صديقي انت كمضارب بهمك سرعة العملة وقوة الفوليوم عليها لهيك اصدقائي الخطوة الاولى لاختيار اي عملة للمضاربة هي قوة الفوليوم اذا انت عشتغل على باينس تدخل على ماركت تدخل على سبوت ماركت وعلى اليو ازتي ماركت طبعا عند كلمة الفوليوم خلال 24 ساعة ترفع الفوليوم حتى ترتب لك العملات باكبر فوليوم لهيك ترتيب العملات من اقل الفوليوم الى اعلى فوليوم لكن هيك بها الطريقة من اعلى فوليوم الى اقل فوليوم نزولا طبعا اصدقائي كما بنعرف البتكون والاثيريوم هندي اكثر عملتين عليهم فوليوم على جميع المواقع وبعدا بيجيني العملات الثانية اللي عليهم فوليوم مثلا اصدقائي عندي هون عملة GMT عملة GMT من خفضة تسعة بالمئة هذا امر ايجابي جدا وقوة الفوليوم ممكن يرفع من هاي النسبة وترتفع العملة بشكل كبير لكن بقوة الفوليوم لازم اعرف شغلي اصدقائي انه اذا العملة ارتفعت من ابل وحققت ارتفاع او لا مثل هاي العملة اصدقائي ارتفعت 120% بعد هذا الارتفاع العملة لا تصلح للدخول وسعرها مرتفع عن سعر امس امس كانت تقريبا بسعر دولار اقل من دولار وحاليا بسعر دولار وتسعين اما عملة جيمتي اصدقائي هلا من خلال 24 ساعة هذا الارتفاع من خلال 24 ساعة هي منخفضة 10% من خلال 24 ساعة الماضي لكن من امل العملة كانت بسعر 1 دولار وخلال الاسبوع الماضي او الاسبوعين الماضيات العملة ارتفعت 3 دولارين و 75 لهيك اصدقائي الدخول فيها مغاونة كبيرة تقدر تدخلها صفقات شورت اذا انت بتدخل برافع المالي او تقدر تدخلها طبع اذا بحط على فريم الاربع ساعات اذا بحط على فريم الساعات توضح للفكرة انه ما في عندي هبوط على عملة جيمتي ما عندي صعود ارتفعت العملة كثير وما صار هبوط هاي فرصة مناسبة جدا لحتى ضعبه الهبوط صفقات شورت فيهاي المناطق اصدقائي ممكن تمشي حتى عكس البيتكوين اذا ارتفع البيتكوين ممكن العملة هاي تنزل هاي عملة ممتازة جدا للمضاربة لكن مضاربة شورت ما بنتضارب عليها long ابدا احيط اصدقائي مو اي عملة تكون عليها فليم بعدها هاي العملة صالحة للدخول هاي العملة فليم عليها قوي جدا لكن ممكن الفوليوم يكون فليم هبوطي كيف يعني فوليوم هبوطي اللي بيشتغلوا بالرافع المالي بيقدروا يدخلوا صفقات شورت يعني بيفتحوا صفقة بيع كل ما نزل السعر بيربحوا طبعا حتى يدخلوا بالصفقة لازم يدفعوا بصاري يعني أنا بديدخل صفقة خمسين دولار بيدفع خمسين دولار تفتح عند صفقة شورت قيمة خمسين دولار هذا كمان بيزيد بقوة الفوليوم لكن فوليوم هبوطي يعني هذا الفوليوم المرتفع على هاي العملة احتمال سبعين في المية يكون فوليوم هبوطي ويرجعني لأدنى حد على منطقة الدولارين وثلاثين طبعا هاي الخفاض من دولارين وخمسة وسبعين دولارين وثلاثين اصدقائي دولارين مربح عندك كبير جدا على الرافع المالي والدخول فيها هلا اصدقائي خطر كبير جدا ممكن ترتفع العملة لكن الخطر بيكون كبير انت هيك مهدد تخسر هيك اي صفقة نلاقي فيها خطورة حتى لو متأكدير من الربح يفضل ابتعاد عنده خوفا من الخسارة اذا خائب كنت وصلنا على الفيديو اتمنى الفيديو كنت دعا لعجابك لا تساعد اشترك بقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمي مع السلامة ويبدو بخير موسيقى